الوكالة الوطنية ديال تنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان علنت على تاريخ 27 شتنبير 2024 كآخر أجل إيداع ملف الترشيح ديال التوظيف في مباراة عون تمكين في منصب سائق بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان كيتم إرسال ملف الترشيح عبر البريد العادي إلى العنوان ديال الوكالة الكائن بن دينتا الربط الملف كيتكون من طلب خطي للجهاز المباراة سيرة ذاتية نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الواجهتين ثم شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك نسخة من الدبلوم المطلوب وشواهد التي تتبه التوفر على التجربة المهنية ونسخة من بيرمي صينف بي أما الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة المذكورة فهي بداية الجنسية المغربية سن يكون ما بينه 18 و40 سنة ثم أخيرا التوفر على الشواهد المطلوبة وكذلك التوفر على رخصة السياقة سينف بي على الأقل هذا الشي اللي كينفد الفيديو بالتوفيق للجميع المفكر المغربي يحييكم يضرب لكم موعدا قريبا بإذن الله وكنتمنى من أي واحد شفت الفيديو يشارك في القناة ويدعمها وشكرا له ونشكر جميع المشتركين والمشتركات والداعمين والداعمات للقناة ونقول لهم موقاتكم طيبة أينما حللتم وارتحلتم